وفي موضوع آخر يحظى بمتابعة واسعة من شرائح المجتمع العراقي في صلاح الدين وباقي المحافظات فقد لاقت حملة بلغ التي أطلقتها وزارة الداخلية للحض من المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبا واسعا في الوسط الإعلامي وليس في الوسط الإعلامي فحسب بل بعمل المجتمع العراقي وأكد إعلاميون وناشطون في دوجيل ومناطق أخرى دعمهم للحملة وتحريك المكينة الإعلامية لتصحيح مسار نشر الأفكار الهادفة لرفع القيم والأخلاقيات التي طليقوا بالمجتمعات العراقية بمختلف أطيافها للمزيد نتابع تقرير الزميل فاضل الأنصاري بعد المتغيرات الكبيرة في الأخلاقيات المهنية للإعلام التي تسبب بها أصحاب المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية الأمر الذي دفع الحكومة العراقية والقضاء بمحاسبة أصحاب هذا المحتوى خطوة لاقت ترحيبا من قبل الإعلاميين بمحافظة صلاح الدين لإنقاذ العملية الإعلامية من الانحراف حقيقة اليوم نحن بالتزامن مع الأوامر القضائية التي صدرت بحق منتجين محتوى الهابط انطلقت هذه الحملة لمقاطعة هؤلاء والوقوف الضد من هؤلاء الذين ينتجون هذا المحتوى الهابط الذي انعكس سلبا على وقع المجتمع العراقي وسبب مشاكل كثيرة وسبب مشكلة كبيرة جدا للمجتمع العراقي وصور العراقين على أنهم هؤلاء بنفس هذه الرداء والبذاء التي انتجوها هؤلاء المنحطين وأصحاب القيم الرذيلة نحن نقف اليوم مع القضاء العراقي للحد من هذه الظاهرة ومكافحة هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل خطير في المجتمع العراقي وخصوصا في المواقع التواصل الاجتماعي التي بدأت تؤثر سلبا على طلاب المدارس وعلى طلاب الكليات فيما عبر الإعلاميون عن آرائه من ناقدته للمحتوى السلبي الذي تقدمه بعض الشخصيات التي أساءت للمجتمع وانعكس محتواها بصورة جلية على سلوكياته وأفكار الشباب فضلا عن ابتعاد الإعلام عن وظيفته الحقيقية هناك مشكلة كبيرة جدا بدأت تواجهها المجتمع العراقي المحافظ وصاحب القيم والمبادئ وهي ظاهرة المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي لدينا احنا كإعلامين مسؤوليات كبيرة لمواجهة هذا الخطر نقدر نسميه غزو ثقافي للأسف الشديد وهو توعية الناس اليوم عندنا حملات واسعة على مستوى الصحفين وعلى مستوى الناشطين وعلى مستوى المدونين لتحذير الناس وتعريفهم بمخاطر الشخصيات أو حتى المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي ولابد أيضا أن يكون هناك عمل تكامل مع الجهات الحكومية المختصة للحد من هذه الظاهرة وكذلك تجنيب المجتمع هذه المخاطر الهادمة للقيم هل ستحد الإجراءات الحكومية والقضائية من نشر المحتوى الهابط وإعادة العملية الإعلامية إلى جادة الطريق بعد انحرافها بسبب أصحاب المحتوى السلبي لقناة صلاح الدين الفضائي فاضل أنصاري قضاء دجاي